الاخوة الاعزاء في كل انحاء العالم اهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا هنداي السناتا 2014 ومطلوب مننا برمجة الريموت 95% من السيارات اللي بتستعمل نفس الريموت ربما يكون الفريكنسي يعني الزبزبات بتاعة الموجات المغناطسية تختلف ولكن هي نفس يعني بنفس الطريقة البرمجة دي 2014 هنداي سناتا زي ما شايفين او كما ترون الان السيارة ما شاء الله جميلة 2014 فما بالك بـ 2020-2022 هتكون حاجة تانية طيب الريموت هذا هو الريموت وهذا الريموت يعني ما اصلي ليس باصليا يعني ممكن نقول لك ما وكالة ولكن بالامكان ان يشتغل اذا اشتغل ليس لدينا اي مشكلة كيفية البرمجة لهذا الريموت يتطلب منك انك 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 انت يكون عندك جهاز في بعض الريموتات يوجد بعض الريموتات لا يحتاج انك انك انت تستعمل جهاز البرمجة الجهاز الذي نستعمله الان هو من شركة اوتيل والفرع اسمه ماكسيم او فرع النوع ماكسيم ايم سيكس او ايت وهذا الجهاز له المقدرة لتشغيل اكتر من 75% من برمجة المفاتيح وفحص السيارات وكذلك يعني له القدرة لبرمجة المايكرو تشيبس يعني التشيبس الموجود في الكمبيوترات بامكانك استخراجه وقراءته وكذلك برمجة الكمبيوترات للسيارات طبعا لما تفتح هذا الجهاز عندما تشتريه لأول مرة السعر حوالي 3500 دولار ويأتي بتجديد لمدة سنة بعد السنة عليك ان تشتري تجديد ما يقارب 800 دولار طيب يوجد 1 2 3 4 5 6 3 6 صفحات طيب الصفحة الاولى للمفاتيح كما ترون مفتاح اصفر الصفحة التانية للبحث شفت الدايجنوستيك ده للفحص الصفحة التانية للبروغرامة يا جماعة ده البرمجة للكمبيوترات اللي فيها الكمبيوترات اللي مكفولة بتفتحها وبتقرأ ما بداخله وهنا يا جماعة برضو بإمكانة تأخذ تأخذ الفايل أو الملف وتكتبه فيه مفتاح يعني تقرأ الملف من السيارة وتأخذه وتكتبه في المفتاح كمثال تأتي الى الفندق وبيعطوك كرت والكرت ده بيشحنوا فيه رغم الغرفة بتاعك لمدة معينة فهو برضو نفس الحكاية بتجي بتشيل المفتاح تشعن فوق الرغم الفايل الموجود في السيارة وبشتغل معك هنا السيرفيس يعني انت غيرت براء فرامل غيرت زيت غيرت اشياء معينة بيطلب منك انك انت بتجي هنا وتعمل لمبة المسأل شفت التاير غيرت زيت عايز تغير التاريخ تنزل الأدادات بتاعت الزمن اللي بيجي فيه الفحص للمرة الثانية تجي هنا وتعمله سريع هذا الخضار هنا لتفعيل وفرمتة الكمبيوتر انا امني لها انا امني لها انا امني لها انا امني لها اوكي معلش كنا نتكلم عن شيء تاني فالان هنا يوجد الابديت لتجديد الكمبيوتر يعني من فترة لفترة يوجد تجديدات للتصليح واضافة سيارات وهكذا ففهمنا من هنا انه عندك ستة ستة مكان هذا للفحص وهذا للمفاتيح وهذا لبرمجة الكمبيوترات في التابل وما عدو ما ذلك هذا لكتابة الدمب وهذا لتحديث الكمبيوتر بصفة عامة والاشتراك الشهري في هذه الجهاز هي السنوي ما يعادل 800 او 900 دولار وبعد ذلك عندما تشتري لأول مرة بيأتي هذا الجهاز بسنة ببلاش كذلك صيانته والضمانات التي فيها لا زال يوجد لماذا؟ لأنه هذا الشيء خرب معايا قبل أيام لم يشتغل فأرسلته وأعطوني واحد جديد ولكن نقول لك لا تعتمد على جهاز واحد إذا لك المقدرة أو أنت تريد أن تشتغل في السيارات بطريقة عامة أو بطريقة تخصصية عليك أن تشتري الجهاز السيارات الذي أنت تتخصص فيه فإذا أنت مثلا تشتغل في البي ام دابليو عليك بإيجاد جهاز للبي ام دابليو الأصلي وتشتغل بهذا للأشياء الخفيفة لأنه يوجد هناك معلومات وأشياء وطرق لا يوجد في الأجهزة العامة هذا الجهاز عبارة عن دكتور عمومي تريد أن تشتغل في قلب في المخ في الأشعة لجب عليك أن تجد الجهاز التخصص لهذا الشيء طيب نحن الآن هنا نفتح الجهاز ونريد أن نبرمج هذا الريموت كل الريموت له طريقة خاصة ونظام خاص للبرمجة للشركة الصانع فأنا نذهب إلى إيمو فتحنا الخزنة فاتحة المفتح لازم يكون مكفول إلى أن يعطيك الأوامر والخطوات ماذا تفعل الأسيارة ليست بدائرة هنا يأتيك في الصفحة الأولى ما هو الدسكليمة الدسكليمة أنه أنت أثناء تشغلك في السيارة هم لا يريدون الشركة لا يريد أن يكون مسؤول من أي خطأ حدث يعني بعض الأشياء بتمشي والسيارة لا تدور أبدا إلى الأبد مشكلتك أنت ليس مشكلتهم إذا قلت نعم تستمر في الفحص إذا قلت لا يكفي معك الجهاز يرجع في الصفحة الأولى أنا لو قلت لا رجعني ثاني هنا طيب نذهب للإيمو لو قلت أكسب يعطيني الصفحة الثانية يعني أنت المسؤول لكل النتائج وحتى النتائج الغير قانونية في بعض الناس يستعمل هذه الأشياء لأشياء غير قانونية أنت المسؤول ليس صاحب الشركة مثال هذا الجهاز بإمكانه تجر العداد بتاعت الاستعمال السيارة مثلا السيارة مشهد ألف مائل مئة ألف مائل في بعض الناس يعملوه السيارة مشهد خمسين ألف مائل مسؤوليتك أنت ما مسؤولية الجهاز طيب هذه السيارة لك خيارين كي تبحث وتبحث هذه السيارة الخيار الأول برغم الشاسي ورغم الشاسي هي أفضل لأنه يعطيك السيارة بكل التخصصات بطريقة صحيحة أما إذا أنت ذهبت بطريقة الخيار الشخصي سوف يأخذ معك خلينا نختار النظام العادي الميكانيكي نذهب إلى هذه السيارة هنا يوجد خيارات هذا هو المنزل إذا ضغط يأود في المكان الأول نرجع هنا نعمل accept ونأتي إذا مشيت بالفين سوف تدخل الجهاز إلى السيارة ويبحث عن المعلومات ويعطيك بالسيارة ويعطيك بالتفاصيل يعني يعطيك بالتفاصيل أنه ده سيارة آسوية كورية سند كده من كده بدق الرقم أول حاجة لكن تقول لا ديني تفاصيل رقم الشاسي زي ما الإنسان يجي يقول يخذ ديني رقم البطاقة الشخصية لما يدق رقم البطاقة الشخصية ويدخل على الكمبيتر بطلع فيه من مواليد من أين المواليد والعمر والسنة والمكان واللول والطول وكل هذه الأشياء فإنت مثلا نجي مثلا أما إذا مشيت بالنظام المكانيكي فهذا بيأخذ منك إنت لازم منك خبرة وبيضيعي زمنك فقل مثلا نجي هنا دا الأول هذا هو الصفحة الأول كل السيارات الموجودة أنا ما أعرف والله يوم لم أسمع ببعض شوف هنا باجون بياس وين 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 دي صار لها الصينية أنا ما أعرف نرجي على التهيد شوية وفي بعض النص بيشتغلوا بسيارات دي لما تقول لها واحد تيوتا أو تقول له هون دا أو كرايس أو نيسان يقول لها والله ما سيمي دا وين دا سبحان الله شوفوا السيارات كل السيارات دي أنا ما أعرف جينا هنا زوتي زوتي جينا السايكن واللاكس والسبرو خلاص دي سيارات تاني طيب جينا للفورد والسيترويون والفرنسية والبنتلي وكل السيارات دي ماشي أنا إحنا إذا دارين نخصص طبعا السيارات زي زي عالم البشر أنت من وين أنا أوروبي أنا أمريكي أفريقي سودان وللأسف الشديد نتمنى أنه أفريقي يوم من الأيام يضيف لني هنا صانعين سيارة سيارتين أوروبا أمريكا فيها سيارات أوروبا فيها سيارات آسيا فيها سيارات الصين فيها سيارات في أفريقيا بصفة عامة شدوا حيالكم شوية عشان نطل سيارتين نضعوا هنا طيب نجي على آسيا كل السيارات الآسوية موجودة عندنا كما ترون دي كل السيارات الآسوية الآن موجودة ودي السيارات الصغيرة ليست بالسيارات الكبيرة طيب من السيارات هنا نجي على الهونداي مثلا السيارة دي هونداي والهونداي والكيا ويجمع مع بعض أين ذهب الهونداي هو موجود هنا دي الهونداي بعد نجي على التفاصيل هذا هو الخيار المكانيكي. تجي على المانوال سيلكشن. برضو عندك الاوتوماتيك سيلكشن. تجي للمانوال سيلكشن في الهونداي. وشوف فصل لك. هل الهونداي تركيب اوروبا? تركيب امريكا? او عامة? ولا تركيب كوري? يا خاني هننا رجع لورا. طيب قلنا. طيب معلش? قلنا. نمشي معاكم للتفاصيل. قلنا امريكي. شوف طلعكم. الهوندايا دي فيها دا كل هندايا. اهل تمشي من وين? عشان تجي. شوفت هندايا. هندايا. صناتا. اي هي صناتا? ترجع للتر اس. لتر اس. صناتا. شوف الصناتا فيها كم? واحد اتنين تلاتة اربة خمسة ستة سبا تمانية تسة عشرة حداشر. يا اخي لا 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 نريد هذا. تجي تختار مسلا صناتا دي الفين وعشرين وزيارة. لا نريد هذا. نذهب الى صناتا دي صناتا فيه. احكي انا عشان ما نمشي ونكون في ازعاج صناتا شوفتها من ستة لعشرة. ما هي? ما دي ما السيارة? طيب نشوف دي. دي معقولة. طيب قل لك بليتكي ولا اسمارتكي? السيارة دي بليتكي? ما هي اسمارت. الاسمارت يا جماعة هي بيقول لك الا لا لا اسمارت يعني مفتح ذكي. يعني بالبصمة ويعرف. هنا اتى اليلة بانو هندي سناتا من الفين وحداشر الى الفين واربطاشر بلدكي. نحن نقول نعم. لا يوجد رقم شاسي. لا يوجد اي حاجة. هنا يوجد لدينا اشياء كنترول وميسكان. خلينا نجي على الهات فونكشن. اللي هو الاستعمال السريع. ليس لدينا اي شيء عن الريموت. فنرجع ـلقط للخراج النت. في ـ٠٠٠٢. أعطينا الريموت. يعني نريد فقط. عتينا الريموت ورموت كنترول ليرنج. يا جماعة تجي على ـ٠٢٠٢ قراءة ـ٠٢ٰ٠ٶ. بعد التضغط على ـ٠٢٢ٰ٠٢٠٠٢. يا جماعة. ritiscessów y محكم الريموت learning هو قراءة يعني نريد أن نجعل السيارة الواقفة عندنا أمامنا الآن يقرأ هذا الريموت طيب نضغط عليه واحد بسم الله وننتظر قليل بسم الإله الخالق البارئ turn the ignition on and then off note the instrument screen is black and pull out the key بيقول يا أخي أفتحى الاغنشان واطلع أكفله اخرج المفتاح يعني لازم ما في ضوء لا يوجد شيء ماذا نفعل؟ قل لك وأعمل اوكي أضغط لك أو أعمل أكثر من ثانية يس أنا سميتها لك أعمل وهذا الجهاز أتانا كتابه بقول البرمجة سكسير النجاح هل تريد برمجة هل تريد برمجة مفتاح تاني؟ الإجابة نعم طبعا إندي مفتاح تاني نقول نعم برضو بنفس الحكاية أخذ المفتاح التاني وأضغط لك أو أنلاك لأكثر من ثلاثة ثانية أكثر من ثانية الدورد أنا أضغط أنا سميتها خلاص وكذلك جاتنا الرسالة أنه قبلت البرمجة هل تريد برمج ريموت تاني؟ أنا أقول لا ماذا قال؟ البرمجة انتهى نقول لك كويس شكرا لك هيرجعني في الصفحة الأخيرة وانتهينا تعمل ترجع لورا يا أخواننا وبعد ذلك نرجع للبيت الرئيسي إذا تريد أن ترجع تضغط هذا الصفحة يدي كل الصفحات وترفع الصفحة دي لفوق هنا مثلا ما في خلاص تضغط هنا دي شكرا للمفتاح نجرب المفاتيح كما ترون بسم الله قفل فتح ولا للترنك وكذلك هذا فتح طبعا كده للقفل كده لواحد باب والثاني لكل الأبواب طيب نفتح الخزنة ثاني انتهينا من البرمجة نريد أن أخبركم كيف تذهب وتختار بالنظام الأوتوماتيكي بسم الله بالتجرل هنا تضغط هنا لكي تخرج منه تمسح لكل وترفعهم عندما تقوم برفع كل هذه الأشياء تقوم الآن بضغط ماكسيم تضغط على الإيمو وتعمل أكسبت وهنا تذهب على رقم الشاسي بيعطيك في الأوتو والألمانيو تقول له أنا دار بالأوتو المانيو أنت بتدخل الرقم الشاسي من عندك بيدك يعني تاخد الرقم الشاسي لكن الآن سوف يخرج الشاسي الرقم منه بالأصفر شايفين؟ خلاص هذا هو الرقم تقول له نعم أوكي لكن قل له نعم نعم هذا هو الرقم الشاسي بس موجود الآن لا ندري ماذا يوجد ما هو الأرقام لكن لما نقول كده ورين ندخلها لنا في المعمل عشان يطلل لنا الـ DNA طالي من أين؟ ده يديك الـ DNA بتاع السيارة تقول الرقم الشاسي البطاقة الشمسية البطاقة الشخصية الـ 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 نقول له أوكي بعد أن نقوم بتحليل الـ DNA حيورك حتى لو تركيب بتاعه مثلا مولود وين؟ سأل قال له والله يا أخي هنا جاتنا 2 سيارة في سيارات تركيب أوروبية وفي تركيب أمريكية انت بعد ذلك تقول يعني انت لك الحق تقول حاجة وتقول يعني هي تركيب أمريكي قال له يا أخي دي الـ الأمريكية وهي Sonata YFA 2014 والمكانة 2.4 GDI تقول نعم بعد ذا بقول لك طيب هو بس عليك بلدكي تقول له آي وبعد ذا بيدخل في نفس التفاصيل اللي كنا خرجنا منه أيها الأخوة العزاء معلش أخذنا من زمانكم كثير 15 دقيقة كل الشكر والتقدير وإلى اللقاء في فيديو تاني أخوكم محمد النور هارون إدريس السلام عليكم